المسيح كان ملكاً وكاهناً ونبياً إبن الله فلما نيجي نتكلمه ليه هل ينطبق عليه كلمة أنه هو نبي يعني لأن القارئ السطحي لما يقول نبياً وانت بتقوله النبوة دي بتتم في المسيح يبقى المسيح نبي المسيح نبي في دور من الأدوار الكتيرة اللي بيقوم بيها وورد عنه بالحرف كلمة نبي فممكن نطلع شاهد مثلاً في إنجيل متى أصح 21 وآية 11 أنا أتمنى يبان قدام المشاهد الآية وشوف يا أسيس نظار لما نقول إيه فده الدخول الانتصاري إلى أرشليم إنجيل متى أصح 21 وكلنا عارفين إيه اللي حصل وكل القصة والجماهير أمال تهتف أصنى لابن داود مبارك القاتي باسم الرب أصنى في الأعالي وبعدين لما دخل أرشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا من هذا نجيل آية 11 من متى 21 فقالت الجموع هذا يسوه النبي الذي من نصرة الجليل أسألك وإنت عالم كبير يقصدوا إيه هذا هو النبي معرفة بألف ولام النبي يعني على طول بترجع في زهننا لموسى لموسى على طول يقيم لكم نبيا مثلي النبي النبي اللي هم بينتظروه الآتي إلى العالم بالضبط اللي كان فيه انتظاراتهم هو ده المسيح اللي جاي هو ده المخلص اللي جاي فأدي أدي واحد من الشواهد لو بصينا ليحنى 6-14 نعم في يحنى 6-14 نجد هذه الكلمات بالحرف يحنى 6-14 بعد معجزة إشباع الجموع إشباع الجموع يحنى فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم نفس المواصفات يقصدوا مين النبي الآتي مش بيحدوه في دور النبي يعني هم وهم بيقولوا صح ولا غلط يعني هو مش بس نبي تتميم للنبوات كمان هو نبي لأنه تنبأ المسيح نفسه بالضبط ذكر نبوات بالضبط لكن كمان وهم بيقولوا هذا هو النبي ما يقصدوش كمان يحدوه في دور نبي رغم إن المسيح كان نبيا بل أعظم من نبي لكنه قام بدور النبي وتنبأ النبي بالقل التعريف لأنه مش نحطه بمصاف الأنبياء يعني مثل الأنبياء يعني يمكن لو قالوا نبي يبقى قام بس بدور النبي لكن النبي عنه أعظم الأنبياء أعظم يعني النبي ده واحد من الأدوار اللي قام بيها فهو أعظم هذا هو النبي فأنا بقول لكل مشاهد دلوقتي لو أنت واحد يهودي وانت واقف في المشهد ده وتسمعهم حتى بيقولوا هذا هو النبي يقصدو بمين